من جهة تاني الزبايح ربنا رتبها في العهد القديم علشان يذكرهم بخطايا يعني علشان يعرفوا انهم غلطانين وبيتبحوا ودم بيسيل في كل سنة ذكر خطايا دفع برين عشر زي ما قالينا كمانا علشان يعرفهم معلومة مهمة ترسق في زهنهم ان كل ما يعمل خطايا يتبح كل ما يعمل خطايا يتبح كل ما يعمل خطايا يتبح والدم يسيل بيفهموا معلومة مهمة جدا ان اجرة القطايا مش اعمال صالحة اجرة الخطايا هي الموت وكأنه بيجهزهم من نمو الظلال رموز الى ان يأتي المسيح الزبيحة الكاملة ثم علشان يعرفوا الدم ده بتاع الزبيحة هو الاساس صراحة مكتوب بدون سفك دم لا تحصل مغفرة يبقى الله عن طريق زبيحة المسيح كان يقبل دولة بس الزبائح غير كافية الزبائح بتذكرهم بخطاياهم الزبائح بتذكرهم ان اجرة الخطايا موت ودم ودبح كمان بتقولهم ان عندي ربنا طريقة اللي هو الرصيد الزهبي اللي ذكرته مثلا في كرونس تانية خمسة يقول الله جعل الذي لم يعرف خطية زبيحة خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه هذه كلها كانت تشاور الى زبيحة ربنا يسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة